اشتركوا في القناة ولأبرز الأمور الاستعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم لكن في البداية عاوزين نعرف ايه هو معنى الاستعاذة الاستعاذة هنا معناها اللجوء والاعتصام يعني بمعنى وباختصار شيء كده لما باستعيذ بالله سبحانه وتعالى أنا بلجأ إلى الله من كل أمر يؤرقني أو يخوفني أو يزعلني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من كثير من الأمور التي تؤرقه أو علامنا الاستعاذة من كثير من الأمور التي تشغلنا استعاذ على سبيل المثال من الهم والحزن واستعاذ من النار واستعاذ من وعثاء السفر واستعاذ من كثير من الأمور اللي هنتعرف عليها إن شاء الله مع بعض خلال هذا الشهر الكريم وكنا بنتعرف في هذه الدقائق على معنى الاستعاذة فأنا لما بستعيز وبقل الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة بكون عندي المفهوم معنى الاستعاذة أنا بتخلى عن كل أسباب الدنيا وبلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بكامل توكلي ويقيني بالله سبحانه وتعالى أنه هو الملجأ لي من هذا الأمر الذي يؤرقني لذلك وإذا ما كنت شعر فحصي الأمور اللي أستعاذ بها أو أحفظها ففي دعاء شامل لهذا الأمر أن نقول اللهم إني أستعاذ بك من كل ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نتعرف إن شاء الله خلال هذا الشهر الكريم على كثير من الأمور أو أبرز الأمور اللي يستعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمل اللقاء بكم ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته